موسيقى أهلا بكم سيدين الكرام حلقة جديدة من مؤشر نيل وإطلالة جديدة على ذا البورسة المصرية نستعرض في هذه الحلقة بالأرقام والتحليل مؤشرات السوق المصرية التي سجلت اليوم ترجعات جماعية في ختم التعاملات متأثرة بعملات بيع من قبل المؤسسات وصندوق الاستثمار العربية والأجنبية مؤشر البورسة الرئيسي اي جي اكس 30 هبط بنحو 1.18% مسجلان 8340.4 نقاط ترجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.87% ليبلغ مستوى 589.59 نقطة كما هبط مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاق بنسبة 0.82% مسجلان 1037.2 نقطة امتدت موجة الهبوط إلى مؤشر اي جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية التي انخفض بنسبة 1.22% مسجلان 1066.83 نقطة إلى قائمة القطعات الناشطة في السوق اليوم حيث تصدر قطع الخدمات المالية باستثناء الأنوك قطعات السوق بنسبة 24.8% تلقى قطع العقارات بنسبة 20.19% ثم قطع الاتصالات بنسبة 15.58% ثم قطع منتجات منزلية وشخصية بنسبة 9.37% اما بالنسبة لفئة المتعملين داخل السوق تجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا عن نسبة بلغة 83% بينما تجه المستثمرون العرب نحو البيع وحصلوا عن نسبة 5.3% كما تجه المستثمرون الأجانب نحو البيع أيضا وحصلوا عن نسبة 11.7% يتي هذا فيما تجه الأفراد نحو الشراء واستحوذوا عن نسبة 31% فاصل 43% من التعملات بينما تجهت المؤسسات نحو البيع واستحوذت عن نسبة 68.56% بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاع عن تصدرها سهم مستشفى النزه الدولي بنسبة 8.5% ثم سهم القومي للأسمنت بنسبة 5.54% ثم سهم العز السراميك والبرسلين الجوهرة بنسبة 5.12% ثم سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 4.6% أما الأسهم الأكثر انخفاضا فقد تصدرها سهم السويس الأسمنت بنسبة 7.70% ثم سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 5.1% ثم سهم جولدين كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 4.91% ثم سهم مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بنسبة 4.46% هذا وقد خسر الرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرسة نحو 3.3 مليارات جنيه لينهي تعملات الأسبوع عند مستوى 480.7 مليارات جنيه وسط تدولات بلغت نحو 1.4 مليارات جنيه التفاصيل لا في سياق التقرير التالي ولكن قبل أن نشاهد التقرير دعونا نرحب بضيفنا الأستاذ شريف وحيد خبير أسواق المال بنرحب بحضرتك معنا سنبدأ تحليل كواليس البورصة معك ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصندوق الاستثمار العربية والأجنبية سجلت مؤشرات البورصة النصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الكميس نهاية تعاملات الأسبوع في حين مالت تعاملات المتثمرين المصريين نحو الشراء تراجع المؤشر الرئيسي للبرصة النصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.18% ليبلغ مستوى 8340.4 نقطة كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتصطة إيجي إكس 70 بنحو 87 من 100% وشملت التراجعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي خسر نحو 82 من 100% وخسر رأس المال السوقي لأسهم شركات المقيدة بالبرصة نحو 3.3 مليار جنيه لينه تعاملات الأسبوع عند مستوى 480.7 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 1.4 مليار جنيه ليسجل بذلك تراجع أسبوعيا بنحو 15 مليار جنيه وقال وسطاء بالبرصة إن السوق بدأت في ارتفاع استكمالا للصعود الذي شهدته الأربعاء إلا أن تصرحات وزير الاستثمار بأنه لانية للتراجع عن الضرائف في البرصة بدلت مؤشرات السوق نحو الانقفاض وأضاف الآخرون أن المستثمرين في حالة من الترقب لما ستسفر عن تطبيق الضريبة على البرصة وتأثيرها على السوق وبين القرارات التي ستتخذها الحكومة لدعم وتشجيع الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة أهلا بكم من جديد مشاهدينا نرحب من جديد بضيفنا الأستاذ شريف وحيد خبير أسواق المال أهلا بك من جددا يعني بعد يوم من الارتفاعات أمس بدعم من الأنباء عن صفقة هيرمز اليوم شاهدنا انخفاض مؤشرات البورصة المصرية ما هي الأسباب إذن من وجهة نظرك أستاذ شريف يعني خلينا نتكلم من فعلا كمبارح كان فيه خبر من شركة بيلتون أو سويروس نعم على استحواز بنسبة 20% من حسة هيرمز الخبر ده كان طبعا يعني ليه مرضود فئة لعن السوق خصوصا من القطاع المالي النهاردة إن شاء الله يعني زي ما حصل أو مسمعنا أن وزير الاستثمار أصدر تصريح أن الضريبة أو فرد ضريبة عن البورصة مازال قائم ومش هنتراجع فيه فده أدى إلى حدوث مخاوف عند المستثمرين والأفراد اللي تجهوا للبيع العشوائي بكاترة في السوق ده رغم إن كان السوق ابتدى يتقبل فكرة وجود الضريبة على البورصة خصوصا بعد التعديلات اللي أدخلك وشاهدنا بعد هذه التعديلات على القانون أن الجلسات ابتدت تشهد ارتفاع بعد انخفاض حاد على إثر تسريب خبر فرد هذه الضريبة تمام يعني خلينا نتكلم أن طبعا أول ما صار القرار بتاع فرد ضريبة هو الموضوع أساسا هستولي شوية يعني الموضوع من فترة طويلة احنا بنتكلم فرد ضريبة دي في كذا مرة يمكن في كذا موضوع حصل لكن يعني النهاردة طبعا هم مصممين أن هم يفرضوا ضريبة على الأرباح رأس مالية السوق المال أو البورصة الخبر كان موجود امتصينا الخبر نزلنا طبعا صححنا امتصينا الخبر النهاردة طبعا الناس أو الأفراد عموما كانوا قالوا أن ساعتها الحكومة قالت أن الضريبة حدت عدد على السيد الرئيس ولسه مؤكرناش هنفرض ضريبة ولا لا فلا طبعا خلى الناس تفكر أو سيكون لي بتاعي الناس قالوا خلاص احنا أكيد الرئيس مثلا هيحصل تعديلات بالضريبة مش هتتفرد طبعا ما حدش لحد الوقت طلع بتصريح وقال احنا هنفرض أو ما هنفرضش فطبعا كان كل حدث في مخيلته إن ممكن الموضوع يتلغي إن ممكن الموضوع يحصل فيه كلام تاني لكن طبعا بعد التصريح وزير السمار النهاردة 10 في سلمان اللي هو قال احنا مش هنلغي والضريبة ديات موجودة معنا عشان ندعم الموازنة العامة بتاعت الدولة والكلام ده وكله فده طبعا أدى المخاوف للمسلمين والأفراد اللي كانوا حطين عندهم باكب قبل كده إن هم القرار كان ممكن يحصل فيه كلام أو كان ممكن يتلغي طيب البعض بيرى إن هذا القانون يمثل أول خروج من السياسات الرأسمالية اللي كانت متابعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك هل تتفق مع هذا الرأي وخصوصا أن البعض بهتفاء إنه ممكن يحدث نوع من العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى دعمه لميزانية الدولة وإحنا محتاجين بتأكيد هذا الدعم لسد عجز الميزانية ولا لو اتكلمنا إحنا بنتكلم دلوقتي في عهدين السوق المصري في عهد رئيس السابق حسني مبارك وفي عهد رئيس حالفتاح السيسي طبعا فيه طبعا حاجة حصلت في النص اللي هي الصورة المصرية إحنا بدأنا إن إحنا ننزل وطبعا شاهدنا طبعا أثناء الصورة وبعد الصورة شاهدنا أحداث كبيرة أو في السوق لازمنا بعنف جامد جدا فطبعا أنا عشان أتكلم على فرض ضريبة في الوقت الحالي لازما أدي فرصة لسوء إتعافة شوية يعني المفروض اللي أنا أخلي مثلا أجذب مناخ تاني للسمار أجذب مستثمرين إنهم ما يجوا يشتروا كلام ده كله فاجأ أجي مثلا لأنا أعمل فرض ضريبة في الوقت الحالي أعتقد إن التوقيت مش مناسب خالص اللي إحنا نفرض ضريبة في الوقت الحالي طب مع صدور تصريح وزير الاستثمار الجديد واختياره لنفس التوقيت ده بيؤكد إن خلاص القانون في سبيله إن الرئيس يصدق عليه برأيك ولا هل هناك احتمالات إنه هو يتم تراجع عنه أو تأجيله لبعض الوقت خلينا نتكلم إن طبعا يعني من ضمن الأخطاء في الحكومات السابقة في جمهورية مصابية إن دايما كانوا بيتكلموا في قرار وبنرجع في القرار نعم فخلينا بقى يعني نمشي صحة مرة ونقول قرار ما نرجعش فيه بس علشان أنا أفرض ضريبة في الوقت الحالي يبقى أنا لازم أأمن المستثمرين أأمن المستثمر صغير يعني المستثمر صغير إنت كسب أنا دلوقتي أنا بأخذ ضريبة النهاردة من المستثمر خاصة أساسا من 2008 يعني المراكز المفتوحة في السوق النهاردة المستثمر طبعا فريحة من 2008 من أمام الأزمة العالمية طبعا مراكز كلها خسيرة فالنهارة عشان أفرض ضريبة على المستثمر لازم نديره حاجة تانية تميزه أو حاجة تانية تقدر تأمنه طيب ليه سوء ما تأثرتش إيجابا بما يكفي بعد تشكيلها الجديدة للحكومة وخصا أنها ضمت وزير جديد للاستثمار طبعا يعني برضك احنا بنتكلم النهاردة في تشكيل حكومي آه حصل نعم بس احنا عندنا نعيم الأخبار عندنا أخبار سياسية وعندنا أخبار اقتصادية الفترة بتاعة خارطة الطريق اللي قدرت المؤسسة المصرية اللي هي نجحت في إتمام أو الجزء من أو أول مرحلة من خارطة الطريق والمرحلة التانية فده طبعا كان مليه مردود فعلي على السوق وطلعنا والناس يعني طبعا حصل جاز برؤوس أموال والعرب طبعا خصوصا سعودية أو الإمارات داعوا المؤتمر للدول المناحين لمصر طبعا احنا خلاص احنا منتصنا الأخبار السياسية خلاص فاحنا محتاجين الفترة اللي جاية دي أخبار اقتصادية يعني خلاص احنا عايزين نتوجه بقى السيد الرئيس نهاردة بيتكلم احنا عايزين نشتغل فاحنا عشان نشتغل لازم أن يبقى فيه إجراءات نمشي عليها تمام يعني بنتكلم بقى النهاردة في أخبار كتصادية يعني فيه عمل لازم الحكومة النهاردة مش معنا الحكومة يعني النهاردة مثلا تكوينت لا حانا عايزين بقى الحكومة نشتغل عايزين أخبار كتصادية قوية عايزين استحواذات عايزين إجراءات إيجابية للسوق المصري عشان نجذب المستثمرين تاني للسوق المصري طيب النهاردة المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس ثيرتي تراجع بنسبة 1.18% وسجل 83440 نقطة دلالة هذا الرقم اللي سجله عند الإغلاق ومن خلاله ممكن نقرأ نقاط الدعم والمقاومة ازاي في هذا المؤشر طيب يعني قبل ما نجواب على السؤال ده خلينا نرجع لورا شمية ان احنا تقريبا في شهر مارس الماضي نعم كان عندنا هبوط عنيف لحد مستوى الـ 7400 تقريبا او 73789 حاجة زي كده تدين ان احنا نضغط دي تاني لمستوى المقاومة 8800 طبعا بعد ما عندنا مستوى المقاومة مهمة جدا في السوق اللي هو 8600 طبعا في الحتة دي وقفنا شوية طبعا كانت ظروف ساعتها الانتخابات الانتخابات الرئاسية وكان في مخاوف عند الناس يعني يحصل حاجة بس نال الانتخابات والكلام ده والكله فانزلنا شوية وصلنا تاني لحد 7700 النهاردة بتاني بنبتدي نرد تاني 8800 عشان نجربها لقينا قوة بيعية برضك عند 8800 ده معنا ان هو مستوى المقامة مهمة جدا للسوق المصري طيب احنا لما جينا نزلنا 7700 صححنا ونزلنا اطلعنا تاني 8800 فلاقينا هنا حتة ايه لقينا بيع قوي جدا تمام وزارت على الساحة ساعتها موضوع الضريبة ادى برضك الى نزول ايه السوق مرة تانية احنا ده وقت رحنا لمستوى تقريبا 8389 تقريبا او 8400 حاجة زي كده بتادينا ان احنا مفروض نرد من من الحتة دي ما ردناش فخلينا نتكلم ان احنا امتى السوق حيرد تاني ويتعافى احنا عندنا بعد ما قصرنا مستوى الدعم 8500 وده كان مستوى دعم مهم جدا للمدارب قصير الاجل نزلنا طبعا نجرب على 8300 واتلاتين 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 وخمسين هل حنتماسك هل حنرد انا شايف ان الحتة دي بالنسبة لي بليند ايريا بليند ايريا يعني منطقة عامية مش حقدر اقول ان احرد من مستوى معين لا انا عندي حد ادنى 8400 وحد اعلى 8400 فالحتة دي في اي حتة من دول او في اي مستوى من دول اعتقد ان فيها حيث بقى ارتدادة قوية للسوق المصر نعم طيب نرجع للخبر المسيطرة على البورصة في هذه الاثناء وهو صفقة هيرمس برأيك تأثير هذه الصفقة على المؤشر الرئيسي وايضا على اسهم القطاع المالي برأيك ايه والاسهم القيادية بشكل عام طيب وصفقة هيرمس دي صفقة من اكبر اعتقد ان هي هتبقى صفقة من اكبر الصفقات اللي حصلت في سوق المال المصري طبعا علشان النهاردة احنا بنتكلم ان الصفقة ما بين سويرس والشركة نيو ايجبت انفستمنت الهولندية وبالتون طبعا متحالفة معه على 20% من حسة هيرمس طيب خلينا نتكلم اولا نيو ايجبت شركات الاوفشور شركات الاوفشور دي بتبقى لها مراكز في جزر او في مناطق بتتمتع بين حاجة اسمها النعيم الضريبي يعني مفيش ضوايب بتتفرد على الشركة دي مقابل ان هما ما يمرسوش اي نشاط داخل الاكليم او المنطقة او الجزر اللي هما شغالين فيها فبالتالي حيبقى في عندي حاجة ان انا مش حقدر ان اعرف هيكل الملكية كام بتاع او هيكل الملكية ايه بتاع نيو ايجبت خلينا نتكلم ان صفقة الاستحواز اتقيمت بعرض شراء اختياري هو 16 جنيه فطبعا نبجنا نتكلم على هيرمس هيرمس من اكبر شركات في السوق المصري وفي الشارك الاوسط او اكبر بنك السسماري في الشارك الاوسط النهاردة احنا بنتكلم في تقيم 16 جنيه طبعا هيرمس النهاردة وعملت حاجة كويسة جدا اللي هي جابت شركة اتشي سي للاوراق المالية علشان تقيم الصفقة وتقيم اصولها تمام فانا النهاردة عندي 16 جنيه هل مثلا اتشي سي شايفة ان 16 جنيه ديت سعر عادل لهيرمس ولا السعر هيبقى اعلى من كده ده اللي هنعرفه اللي هامل اللي جايه يعني اختيار شركة اتشي سي لعراق الماليك المستشار مالي لتقييم الاسهم او قيمة الاسهم هل بيحمل دلالة معينة من جانب المتقدمين لعرض الاستحواذ هو طبعا اتكلمنا عن شركة اتشي سي هي شركة محيدة او مستقبلة امام فده طبعا بيدي طمأنية اكتر للمساهمين اه في شركة هيرمس امام وطبعا فيه عرض شرحي ينزل طبعا في السوق المصري او في السوق الصفقات على عملية البيع اللي عايزة تقدم من المساهمين وشايف انه هو مثلا اه السعر كويس بالنسبة له هتقدم بالبيع طيب المفترض ان البورصة بتفتتح اه سوق صفقات يوم الاحد المقبل اه ومنها طبعا اللي هي او هي بدايتها اللي هي صفقة هيرمس 20% من اسهمها اه الدلالة ان احنا بدأنا نشهد اه سوق صفقات من جديد في البورصة المصرية اه هل بتعتقدوا نقطة تحول اه في البورصة بعد فترة من توقف مثل هذه الصفقات بشكلة وباخر اه طبعا خلينا اقولك ان بداية اه نجاح الانتخابات الرئاسية نعم ومشيعة فتاح السيسي فقدة ثقة طمئنية جدا للمستثمرين خصوصا العرب اه بدأت فعلا فيه استحوازات كتيرة قوي الاستحواز اللي احنا بنتكلم عليه بتاع شركة هيرمس ده حيبقى ليه مردود وتأثير ايجاري جدا على القطاع المالي لان هيرمس بتشتغل بنسبة جيدة قوي في الاوراق المالية اه ساي بيونير و برايمير كوب ده الكلام ده نعم فده معناه ان الناس او المستثمرين عندهم سقة في السوق المصري وفي الاوراق المالية ان هي هي بقى قطاع واعد او صواعد واعد وجاذب للسنار الفترة القادمة طيب النهار ده الهيئة العامة لرقابة المالية اعلنت انها بترحب بدراسة الغاء ما تبقى من اجراءات احترازية مفروضة على حركة الاسهم واللي بتشمل حدود استعرية واعادة الجلسة الاستكشافية اذا ما اقترحت ادارة البورصة ذلك هل الغاء هذه الاليات سيكون في صلح السوق من وجهة نظرك؟ هو بس انا يعني هاتكلم في حاجة ان الاجراءات الاحترازية بقالها سنتين ونس تلاتة تاريبا نعم فاحنا بنتكلم هو فقط كده بريقه ان هو اجراء احترازي تمام؟ يعني انا اجراء احترازي خلاص يعني بقى حاجة زي ما تقول قانون او احنا نسي بقى واقع المستثمرين نسيوا الاجراء الاحترازي فالنهار ده انا عشان الغي اجراء احترازي اساسا يعني احنا بنتكلم مثلا في خمسة في المية صعود في خمسة في المية هبوط وبتاع فعن نتكلم بقى في عشرة وعشرين وعشرة وعشرين تمام؟ فده لازما يبقى ليه توقيت برضك نهم جدا يعني مثلا يبقى فيه سوق فيه فوليوم كبير في السوق يعدي المليار ويخش في اتنين المليار علشان اقدر اللي انا الغي الاجراءات ديت وانا اتطمنت كده للسوق وهيقتل مناخي الكويس عشان اقدر ان اغري في الوقت لكن هنلغي دلوقتي احنا مش عارفين الدنيا ماشية ازاي فاعتقد برضك ده هيبقى ليه توقيت اه لازما يتلغي طبعا والمفروض من زمان جدا لكن التوقيت مهم برضك زي مرضك موضوع توقيت الفرض بتاع الدريبة بتاع البورصة نعم طيب برأيك يعني الفترة المقبلة بتتطلب اجراءات معينة لضمان استمرار الانطلاق الاقتصادية للبورصة بعد فتح سوق صفقات ايه هذه الاجراءات من وجه نظرك خصوصا ان رئيس السيسي كان وعد بحزمة تشريعات وقوين اقتصادية لجذب المستثمرين وانعاش الاقتصاد المصري فهو الراجل طبعا نازل ببرنامج كويس جدا والراجل طبعا مش هيشتغل واحده لازما يبقى في حكومة معاونة للراجل عشان يشتغل تمام النهاردة احنا بنتكلم ان الحكومة الجديدة ايه حكومة مؤقتة برضك لحد ما ييجي البرلمان بس احنا عازين نشوف الكلام ده عازين نشوف لمسات عازين نشوف اجراءات تانية عازين نعدل قوانين في سوق المال وعازين نفكر بالاكتر في المستثمر الزغير يعني ازاي نقدر نحميه من التقلبات بتاعت السوق اللي بيشهدها السوق في حاجات كتير قوين المفروض اللي احنا نعملها احنا مازمنا لحد دلوقتي يعني سوق شغال بحاجة اسمها تي بلاس تو بالرغم ان في دول تانية كتير مفيش عندها تي بلاس تو منها دول الخليج طبعا فطبعا حاجات دي لازم ان احنا نفكر فيها ونعيد تقييمها من اول عشان يبقى عندنا حاجة جاذبة للسلسمار الاجنبي والعربي ده يجب او خارج مصر طيب تقييمك لأداء الاسهم القيادية اليوم من ابرزها البنك التجاري الدولي وباونيرز القابضة وبنك التجاري الدولي هو ليه اكبر وزن نسبي طبعا في مؤشر اجي اكس سورتي بنك التجاري الدولي عنده مقاومة عند سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين دي مهمة لو عدناها عند سبعة وثلاثين وص ودي حدبقى عنق الزجاجة برضك وبالتالي لو عدناها هنوصل لثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين دي في التجاري الدولي بتقابل 8800 في مؤشر اجي اكس سورتي علشان نقصر تمانية وثلاثين او هنقصر طبعا ثمانية وثلاثين في البنك التجاري الدولي خلينا اقول ان احنا ماشيين لحد دوقتي سايدوي بطريقة عرضية ما بين ستة وثلاثين تقريبا او ستة وثلاثين وثلاثين ارش لحد مسلا سبعة وثلاثين احنا ايه اللي هيحصل فيه تردد اوه بالبيع ومشتري لكن انا حاسس ان الفترة القادمة هيبقى فيه اخبار اقتصادية كوية هتلوح بالافق وبردك من ضمنها احنا نسينا الموضوع دوات موضوع تنمية كونتسويس احنا لسه طبعا ما فيش اي حاجات بس انا شايف فيه قدام اخبار اقتصادية قوية جدا بالنسبة للتجاري الدول ده اقطاع البنوك طبعا هيبقى اقطاع صعد وعد الفترة القادمة بالنسبة البايونير البايونير النهاردة احنا بنتكلم عن ده مقامة عن 13 مصد قريبا واعتبر البايونير من قطاع المالي زي هيرمس شايف ان السهم بيتتاول في نطاق دايق دلوقتي بحدود مثلا 12 ونص 1280 قصر 13 ونص دي حيبقى استكمال صعود قوية البايونير طبعا الصفقة اذا تمت بتاعت هيرمس حيجر طبعا بقية الكطاع المالي وبايونير وبايونير القبضة فاعتقد ان ان شاء الله باذن الله حيبقى فيه حركات صعدة البايونير والتجاري او عموما لو تكلمنا عموما كطاع البنوك كطاع المالي وكطاع العقارات اشكرك الاستاذ شريف وحيد خبير اسواق المالي تحت امرك فان اشكركم ايضا مشاهدين ونستأنف مؤشر ليلا مع بداية جالسات البورصة المصرية الاحد المقبل للقبل